السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم طلبة سنوية سنوي يارب كلكم تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله الجزء المهم جدا جدا في كل يونت هو جزء الجرامر هنتكلم النهاردة على زمن ممكن لما تبص كده من بره تقول ايه ده زمن صعب اي زمن في كلمة بيرفكت او بيرفكت كونتينيوس بالذات يعني بتحس ان هو يعني فيه ازمة كده وان هو تقيل لكن ان شاء الله مع نهاية الفيديو هتشوف ان الزمن ده سهل جدا جدا وركز بس الحاجات اللي انا اقول لك عليها وخلاص وهتلاقي الدنيا بسيط احنا هنا دلوقتي بنتكلم على زمن ايه على زمن الفيوتشر بيرفكت تمام فيوتشر يبقى عندنا ويل فيوتشر يبقى عندنا ويل تمام عارفين ادي ويلة وبرفكت احنا عارفين في مثلا في المضارع البسيط كان بيبقى عندنا هاز او هاف فاحنا هنا عندنا حاجة واحدة بس منهم اللي هي هاف طيب هي هاز و هاف مش حنا عارفين ان هما بيجي وراهم بيبي برضو هنا هيجي وراها بيبي يبقى التكوين سهل جدا جدا وقدرنا ان احنا نحفظه بسهولة سابجيكت و الهاف سابتة مع اي فاعل مفرد جمع مؤنس مذكر ايا كان الفاعل هيكون عندنا و الهاف و البيبي فكل ما يكون عندك حاجات سابتة كتير الموضوع بيبقى سهر يعني عندك ده سابت و ده سابت البيبي انت وشطرتك والله لو حافظ الافعال الغير منتظمة خلاص انت كده ضمنت الموضوع طيب لو مش حافظهم طبعا تبقى مشكلة كبيرة جدا ولازم لازم تحفظه دي من الحاجات في اللغة اللي ما ينفعش تسيبها كده و خلاص طيب في النفي والله انا هنا عندي ويل فابقى في ويل اهي وانت في السؤال بعمل الاكس الاكس بعملها الويل هاف مع بعض لا بعملها الويل بس تبقى كده الويل اهي والسابجيكت هو يبقى ويل والسابجيكت وبعد كده هاف والبيبي حبيتها حط اداد استفعام بحطها قبل ويل زي ما انت شايفين كده زي ما بنتكلم على اي طريقة سؤال وكنت عملت فيديو على الموضوع ده اي طريقة سؤال هي نفس الخطوات بالزبط اللي بنعملها في كل حاجة تفرج برضو على الفيديو ده ان شاء الله هيساعدك كتير جدا في البسف بنعمل ايه في البسف بنبدأ طبعا بالوبجيكت بعد كده والهاف والبين حط بين الاول وبعد كده البيبي والهاف بين وبعد كده البيبي عندنا تلات حاجات سبتين هنا والهاف وبين وبعد كده البيبي برضو زي ما تكلمنا فوق والبيبي اصلا بيكون عندك في الجملة يعني مثلا هنا بيقول لنا شي والهاف ووتشد انت عندك البيبي اصلا جاهز هي فكل الفكرة بس ان انت هتحط قبلها بين وهتشقلب بقى ازا فيلم هتشقلبه مع شي طبعا ده كان الابجيك فهتحطه في الاول وهتحط شي في الاخن مثلا قبلها باي او ما تحطهاش مش مشكلة دي كده ده التكوين وده النفي والسؤال والموضوع سهلي جدا وبسيط وشوفنا كمان البسف بتاعه طيب بنستخدمه في ايه الزمن ده عندنا استخدام بسيط جدا هو ان احنا في حاجة احنا بنتنبأ ان هي هتكتمل في المستقبل يعني مثلا مثلا بنبني آآ عمارة العمارة دي احنا بنتنبأ ان هي هتحصل او هتكتمل هتخلص خلاص كلها في المستقبل مثلا كمان سنتين ثلاثة يبقى تنبؤات بما سيكتمل حدوثه في وقت ما في المستقبل مثلا بنبني حاجة مثلا نووية محطة نووية محطة النووية دي هتكمل مثلا بعد عشر سنين فاحنا بنتنبأ بكده فبنستخدم ايه بنستخدم الزمن بتاعنا ده في مثلا المسال او بيقول we expect we will عادي هنا فاعل will have finished work by five o'clock this evening احنا بنتنبأ ب نهاية الشغل ان الشغل هيكتمل هيخلص امتى الساعة خمسة في النهاردة النهاردة الساعة خمسة حاجة لسه في المستقبل هتكتمل حدوثه عندنا بعض التعبيرات اللي بتيجي مع المستقبل التام زي باي باي زي ما شوفنا هنا كده باي فترة زمنية في المستقبل طبعا ان مدة زمنية في المستقبل مش في الماضي اوعى وقت محدد برضو في المستقبل باي زا تايم مدارع مسائض او مدارع بسيط تمام وبنستخدم النهاردة التانية بيكون ايه بتكون future perfect till until before كل الحاجات دي بنستخدم معاها الزمن بتاعنا物 future perfect زي مسلا play the time they arrive by the time they arrive او buy the time they have arrived دي اللي اتنين تمام سواء ان انت استخدمت مدارع بسيط او مدارع تايم. ان نحن التانية هتستخدمي بقا they're father will have returned ان والدهم ايه والدهم هيكون رجع المنزل تمام بوقت الوقت اللي هما لما هما يوصلوا هيكون والدهم خلاص رجع تمام باي توينتي توينتي حدث في المستقبلة اهو احنا هنكون بنينا الفيلا بتاعتنا الجديدة ادي هنا برضو وهنا حدث في المستقبل this time next year , الوقت ده السنه الجايه الوقت ده بعد عشر سنين الوقت ده بعد خمس سنين ده الفكه بتاع this time I will have finished secondary school, my son won't have finished his work until 5 O'clock ابني مش هيخلص الشغل بتاعه قبل الساعة 5 او الا لما الساعة اليجي خمس يبقى الوقت الساعة ليش خمسة لسه خلي بالك احنا ماس هو نفسه يسعد الوقت اتنين هو هيخلص شغله و هينتهي من الشغل بتاعه الساعة 5 في مدة سنة. هنكون خلصنا امتحاناتنا. برضو تنبؤ لحاجة هتكتمل في المستقبل. قبل ما هي تيجي المنزل. انا هكون خلصت ايه? خلصت وحضرت الدينار. حضرت العشاء. تعالوا ما نكمل ونشوف الحاجات اللي قدامنا دي. عندنا خمس منحوظات هوم. عند وجود ترتيب لحدوث الفعل. زي مثلا arrange. نستخدم المدارع المستمر للتعبير عن المستقبل. طبعا خدنا الحاجات دي في الاشكال المستقبل. خدنا طبعا الاربع اشكال بتاع المستقبل. سواء مثلا المدارع البسيط مع الجداول الزمنية المدارع المستمر. مع الحاجات اللي زي دي لو حدث تم الترتيب لي اصلا. او خدنا مسلا والفعل في المصدر وخدنا والفعل في المصدر. فدي كانت برضو من الاشكال اللي دروسناهم. هو هيقابل الفريق السياحي بكرة. كل حاجة جاهزة بالنسبة له. خلاص مش هنستخدم بقى الفيوتشر بيرفكت لا. هنستخدم البرزنت كونتينيوس. هو هيسافر مكة لسبوع الجاي. المفروض نستخدم ايه? الفيوتشر بيرفكت. بص كده. هي هاس بوكت ذاتك التهوى اصلا يعني خلاص حاجة زي التذاكر. يبقى هنا كل حاجة مترتبة او معدة يبقى مدارة مستمر. عند وجود خطة او نية. او دليل على ان الحدث ده قريب على مكروفة حدوث الفعل. نستخدم ام و ازوار في المصدر. طبعا برضو من اشكال المستقبل اللي خدناها. النية او الدليل. التنبؤ بدليل. كل الحاجات دي خدناها في اشكال المستقبل. انا هلعب المطش الجاي. وهكذا اني دي خطتي او دي ايه? او دي نية دي. خلي بالك. فاكرين كنا خدنا المثال ده كتير قوي. انت هتلبس في ايه? في الشجرة اللي قدامك دي. السماء مليانة صحب صودة او صحب غمقة. ده معنا ان ايه ايه? ان هي هتمطر. هنا عندنا دليل. تنبؤ بدليل. او هنا عندنا حدث على وشك الحدوث. تمام? تكيره هون بحظرك. او خطة او نية. تمام? الحاجات دي بنستخدم فيها. في المصدر. لما يكون عندنا حدث تم الترتيب له. مع مسلا او بنستخدم المدارة المستمر. عند تحديد موعد او جدول. هو بيراجع لنا هنا على الاشكال المستقبل يعني عامة نستخدم المدارة البسيط. عند التعبير عن الفعل سوف يكون مستمر في وقت معين في المستقبل. نستخدم المستقبل المستمر. والبي والفيرب انجي. حدث هيكون مستمر ايه في وقت في المستقبل. زي علي يعني في الساعة ساعة تمانية هيكون في الفترة دي شغال على العربية بتاعته. عند وجود الافعال او التركيبات الاتية نستخدم وال والمصدر فقط. زي ايام شور هو ب ايام شور اه اه ريكوست فاك. باه برهابس كل الكلام ده برضو اللي درسناه في اشكال المستقبل. زي اي برامس اي ووالكم تمور وانت عرف ان الوعد والتهديد مسلا الحاجات دي والعرض والطلب بنستخدم معها ولو المصدر. عرض المساعدة ايوالهل بيو. تعال اما نشوف الاكسترا بوينت هنا بيقول لنا ان سنة في المستقبل. ان وسنة في المستقبل يبقى الإلو والمصدر. اما باي وسنة في المستقبلgaeكون will have والبي بي. ان دونتي hidوينتي سكس خلي بالك احنا قلنا عشان من شوية برضو الحته دي مات عرفش معاك. ان احنا قلنا ان ان بيجي معيها مدة زمنية في المستقبل. مدة زمنية في المستقبل ما قلناش سنة في المستقبل. يبقى لو سنة في المستقبل? هناخد ايه? هناخد المدارة اا هناخد الممطسيط العادي جدا. اما مدة زمنية زي المسال لما اشفنا من شوية in tire time. في مدة خلال السنة معينة او خلال سنة تمام خلال سنة في المستقبل فالمدة الزمنية بنستخدم in عادي اما سنة محددة بنستخدم in يبقى ولو المصدر لو استخدمنا by يبقى will have والبي تمام in twenty twenty six the population of Egypt will grow اما هنا will have تفقنا لان هنا تنبؤ بحدث هيحصل من غير اي دليل طبعا هنا حدث هيكتمل boy بحلول سنة كذا the population of Egypt will have growing to about 95 million لحوالي 95 مليون طبعا احنا احنا اصلا دلوقتي مية وشوية هنا بيقول لنا فاعل بعد كده present perfect فاعل بعد كده present perfect بعد كده for وبعد كده فترة زمنية زي مثلا he has been a farmer for twenty طبعا جملة سهلة جدا وعرفينها ادي هنا جملة فيها المدارع التام ودي هنا عندنا for وسمس من الحاجات اللي بتدل اصلا على المدارع التام لكن مش دايما بص كده في اللي جادي next month next month في الشهر القادم او in the future في المستقبل او tomorrow بكرة كل دي حاجات ايه بتدل على المستقبل اما هنا ده هو بقاله 20 سنة في الماضي اصلا 20 سنة سابقة he will have been a doctor for 10 years next month هو ايه هو هيكون يعني تم 10 سنين دكتور 10 سنين دكتور يعني الشهر الجاي كده العيد ميلاد مثلا الوظيفي رقم 10 ده فأنا he will have been ادي هنا next month او in the future ويكون هنا فيه طبعا فترة زمنية بنستخدم وبرضو مع التدريبات ان شاء الله هنلاقي الموضوع بقى اسهل بكتير احنا كده خلصنا الشرح بتاعنا كان طبعا زمن سهل جدا وبسيط جدا استخدامه حاجة سهلة جدا حاجة واحدة بس هي ان شيء هيتم حدوسه في المستقبل شيء هيتم حدوسه في المستقبل لازم تفرق ما بين الاربع اشكال بتوع المستقبل اللي كنا درسناهم وما بين الشكل بتاع النهارده اللي خدنا ده لازم تفرق ما بينهم تعرف كل حاجة بنستخدمها امتى لازم تشوف فيديو التدريبات ان شاء الله اللي هينزل بعد ده باذن الله فيديو طبعا هيكون مهم جدا لانه هو التدريبات اللي بيكون فيها شرح الجرامر بالكامل احنا النهارده كيف شرحنا 30% بس اما الـ 70% البقائين هيكونوا في فيديو التدريبات لو عجبكم الفيديو اتمنى تسيبوا لايك وتعملوا شير عشان يوصل لباقي الناس على الفيسبوك لو لسه مش مشترك في القناة اتمنى تشترك معنا واشوفكم على خير ان شاء الله الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة